هذا ما تبدو عليه الشوارع العاصمة الأوكرانية كييف مولدات الطاقة تعمل في كل مكان وهديرها يسمع لساعات طويلة بسبب النقص الحاد في الطاقة والذي يصل لساعات نتيجة القصف الروسي المستمر لمنشآت الطاقة الأوكرانية منذ شهور والذي دمر العديد من المحطات في البلاد في الأشهر الأخيرة هاجمت روسيا منشآت توليد الطاقة وهذه ليست المرة الأولى لقد حدث ذلك قبل عامين ونتيجة لذلك توقفت أوكرانيا عن تصدير الكهرباء وأثر ذلك على الاقتصاد بشكل نهام لكننا ناجونا بفضل المولدات الآن الهجمات تتكرر بشكل أكثر والمولدات لا تساعد إلا الشركات الصغيرة فقط هذه طريقة للضغط على السكان كي يضغط السكان على حكومتهم لإتمام فاوضات السلام مع روسيا الوضع الصعب دفع بالرئيس الأوكراني لعقد اجتماع لمناقشة الأمر مع ممثلي بزارة الطاقة والشركات المزودة والموزعة للكهرباء في البلاد من أجل وضع خطة للعمل بجداول زمنية محددة وتحقيق الاستقرار في نظام الطاقة وإفساح المجال أمام طواقم الصيانة لإجراء الإصلاحة اللازمة للمحطات التي دمرتها الصواريخ والمسيرات الروسية على مدى الأشهر الماضية والاستعداد أيضا لموسم الشتاء القادم عقدنا اجتماعا كان مخصصا في المقام الأول لحماية قطاع الطاقة من الهجمات الروسية وحماية شعبنا من عواقب إرهاب الطاقة الروسي وتتمثل المهمة في تقديم أقصى قدر من الدعم للأشخاص والمجتمعات وبذل كل ما هو ممكن لمنع الروس من تحقيق أهدافهم ويجب الحفاظ على حياة أوكرانيا وخاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة وبينما تكافح وزارة الطاقة الأوكرانية لإيجاد حلول للأزمة لا تكف روسيا عن ضرب المنشآت والبنية التحتية في كافة المناطق الأوكرانية حيث نفذت القوات الروسية ضربات واسعة بتسعة صواريخ وسبعة وعشرين من المسيرات على منشآت للطاقة بمناطق متفرقة من أوكرانيا مما دفع شركة أوكر إنيرهو للإعلان عن زيادة ساعات قطع الكهرباء عن المواطنين بات من الواضح أن روسيا تنتهج سياسة استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا بينما ترد الأخيرة باستهداف منشآت النفط داخل الأراضي الروسية في مرحلة تسمى حرب الطاقة بين الجارتين متصم عابد لقناة الغد كيف ترجمة نانسي قنقر